بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله صلاةً دائمةً بدوام ملك الله أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لقد منَّ الله على البشرية ببعثة النبي الخاتم حيث أراد ربنا تبارك وتعالى أن يعيد للإنسانية رونقها وللحياة لذتها وبهجتها فأكرمها ببعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم قال ربنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رسولنا صلى الله عليه وسلم تجلت في شخصيته الإنسانية في أبهى معانيها وعندما ننظر إلى مفهوم هذه الكلمة كلمة الإنسانية تعني السلوك القائم على احترام قيمة الإنسان الإنسانية يعني الرحمة والأدب واللطف والتعفف بهذا الكيان الذي كرمه ربنا تبارك وتعالى وقال عنه لقد كرمنا بني آدم الإنسانية تعني التعايش السلمي بين أفراد المجتمع لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وعندما نمعن النظر في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم فإننا نجد الإنسانية في أبهى صورها وفي أجمل معانيها ومن الجوانب الإنسانية في حياته صلى الله عليه وسلم إنسانيته صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته ظهرت في أبهى معانيها ظهرت في أجمل صورها ولم لا؟ وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي كان صلى الله عليه وسلم إنسانا في بيته كان صلى الله عليه وسلم ضحاكا بساما مع أهل بيته كان يضاحكهم وكان صلى الله عليه وسلم يلاعبهم وكان صلى الله عليه وسلم يسابقهم رسولنا أيها المشاهدون الكرام كان يصعد إلى السماء السابعة وكان ينزل عليه الوحي ثم يعود إلى أهل بيته يعود صلى الله عليه وسلم ليخصف نعله ليرقع ثوبه ليحلب شاته هذا إن دل فإنما يدل على الإنسانية في أبهى صورها وأحدنا في هذا الزمان يتعالى أن يكون في خدمة أهله وأن يكون في مهنة أهله لكن القدوة الكبرى في هذا المجال رسولنا صلى الله عليه وسلم ما تكبر عن شيء أبدا وما تعنف رسولنا صلى الله عليه وسلم يوما مع أهل بيته لكن من إنسانيته صلى الله عليه وسلم أنه كان يضاحكهم وكان يلاعبهم وكان صلى الله عليه وسلم وفياً مع أهل بيته في الحياة وبعد الممات ودليلنا على ذلك ما حدث من رسولنا صلى الله عليه وسلم وفاءه لزوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها فكان وفياً لها في الحياة ووفياً لها بعدما ماتت قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي له بشيء فيقول ابعثوا إلى فلانة فإنها كانت من صاحبات خديجة أو من صويحبات خديجة هذا وفاء من رسولنا صلى الله عليه وسلم لأهل بيته وظهرت إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم مع الخادم أحدنا يتعامل مع الخادم بالأمر والنهي فقد يتضجر يوماً أو قد يتأفف يوماً أو قد يعترض على فعل يوماً ويقبل يوماً لكن ينقل لنا هذا الخبر الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس بن مالك الذي قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين وفي بعض الروايات تسع سنين قال فما قال لي أف قط ولا لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته لم يتضجر رسولنا صلى الله عليه وسلم منه يوماً لم يتأفف رسولنا صلى الله عليه وسلم منه يوماً وإنما كان يتعامل معه على إنه إنسان مكرم من قبل الله فكرمه رسولنا صلى الله عليه وسلم ألا ترى أن المذنب والمخطئ كان يتعامل معه رسولنا صلى الله عليه وسلم بإنسانية من هو الذي يخطئ والذي يذنب والذي لا يصيب أمام النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد حظا من إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم كالرجل الذي جاء يسأل النبي أن يبيح له الزنا والعياذ بالله فأراد الصحابة أن يفتكوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربوه فجاء الرجل وتحدث معه النبي صلى الله عليه وسلم وبين حال الناس في هذا الأمر وأن الناس لا يقبلون هذه الفعلة لأن الله عز وجل حرمها ولأن الإنسان يكرهها ولأن الإنسان لا يحبها فاستجاب الرجل فوضع النبي يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه اللهم حص فرجه اللهم اغفر ذنبه فقام الرجل وكره هذه الفعلة الشنيعة بماذا؟ بإنسانية النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه هذا وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى الحبيب المجتبى وعلى آله والحمد لله رب العالمين دمتم في عناية الله ورعايته وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر